السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا خير. نارضع عندي ثلاث افكار من العلب بتاعت الشامبو اللي بنكون خلاص مش محتاجينها. انا كده جبت علبة اسمت الجزء الكبير. انا محتاج جزء كده معين علشان اعمل منه المنظم على الفكرة بتاعتي. دي كده قطع من شرائط كانت بتاعت هدوم قديمة. بدأت كده ان انا قصها وعايز اعمل منها فكرة بسيطة كده لمنظم. اول شي ده كان جزء في استيك بس خلاص استيك كان بايز. فحبيت كده ان انا اعمله كيد كده يتمسك منها الفكرة بتاعتي. بعد كده عندي قطعتين من القماش دول واحدة مشجرة واحدة سادة. هجيب القطع اللي هيا المشجرة دي وزي ما انتم شايفين كده هعملها على ايدي عقدة. وهدخل الجزء القماش التاني دوت فيها. وهشد الاتنين على بعض. بحيس انها تكون عاملة زي كده او الفيونج. وبعد كده هبدأ ان انا ازبط بقى المقاس بتاعي. وابدأ ان انا اعملها زي كده. ابدأ اجيب بقى الجزء اللي انا محتاج وانا عايز للاداري الجزئين اللي هم بتوع الاستيك اللي انا عملتهم في الاول في الجناب. اتريهم بالاجزاء التانية. يعني هلف الاجزاء التانية دي كده عليها. اول شي بسبت كده بالشامع العقدة بتاعتي. وبعد كده هقفل الجناب على اللي هي الجزء الاولين اللي في الاستيك. هزبط العقدة كده بقى في الاخر. ده كده شكلها. تنفع منظم لتواك الاطفال للحلقان بتاعتهم. لتلم فيها حاجات كتير. شكلها مبهج كده وبسيط. تاني فكرة معي وهي بقى الجزء اللي هو العلوي بتاع العلبة. برضو الجزء ده خلاص لو في مش محتاجينه ممكن برضو نعمل منه منظم صغير. برضو يقدي نفس الاغراض ممكن يلم الخواتم الحلقان الكلام ده كله للاطفال. انا دي قطعة من الطايجر كده بابدأ ان انا اغلفه بيها. وعندي كرات البنبون اللي هي الصغيرة دي اللون اسود علشان تكون عاملة مع القطعة دي. وابدأ كده ان انا ألزها بنفس الطريقة. اهم شيء الجزء الفقين كده بيبصوا والجزء اللي تحت بيبصوا البعض علشان يكونوا شكلهم متقارب. اهم شيء تحطوا كمية شامع كويس وتلزعوها. ممكن من حاجات كتير كده عندنا نعمل منظمات بسيطة جدا. بس النتيجة بتاعتها بيكون فعالة وبتلم حاجات كتير جدا عندنا ملهيش لازمة. بدل ما ترموها ممكن نعيد تدويرها بحاجة بسيطة جدا. حتى مش لازم تزيين زيادة كده ممكن بحاجات اه الوان مسلا فلوماستر بستيكر او كده. انا عندي الجزء ده اللي هو بتاع الغذيون بتاعت الشامبو من فوق. هجيب خيط الخيش وهالفه عليه. انا عايزة اعمل مغناطيس للتلاجة. لفتها كده كلها هعمل ايادي ليهم وهجيب وردة وهعمل واحدة لونها اتركواز واحدة لونها اصفر وهلزق المغناطيس. فكريتها بسيطة جدا بس عملية وشكلها جديد. تحطوها كده على التلاجة تدي شكل مختلف. اتمنى ان افكار ناردکونا اقابدکو. ما السلامة.